آخر الدراسة للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ المعروفة بالدراسة بيزا أظهرت أن التلاميذ في المدارس الألمانية لا يشعرون بالمتعافي دروس الرياضيات والعلوم وقراءة أحد الأسباب هو أنه في بلدان أخرى كثيرة يتعلمون أكثر على الكمبيوتر ويتم عدد المعلمين بشكل أفضل وفي صدارة هذه البلدان جاءت سنغافورة التي لا تستثمر أي تدولة مثلها في عدد المعلمين كندا تعتبر من الأوائل كالعادة وفي أوروبا هناك فنلندا وإستونيا ألمانيا جاءت بين العشرين الأوائل من أصل 72 بلدا ولكنها لم تحسن مركزها في السنوات الأخيرة ولكن مع هذا لا تزال الدولة الأوروبية الأقوى اقتصاديا في دراسة بيزا فوق معدل كل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دول قليلة فقط تمكنت كألمانيا من التطور منذ أول دراسة تقييمية قبل 15 عاما وهذا يعتبره المسؤولون نجاحا يمكننا أن نكون قنوعين ولكن الأمر شبيه بعملية التجريف التي يتوجب علينا مواصلتها أو كما في سباق 800 متر إذ لا يمكننا التوقف بعد 600 متر بل نتابع الجارية محافظين على سرعتنا وفي ألمانيا هناك فجوة كبيرة بين أداء التلميذ من أسر غنية وفقيرة وكذلك بين التلميذ المهاجرين ومن أصول ألمانية كما أن اهتمام التلميذات في ألمانيا بالرياضيات أو العلوم أقل بشكل لافت وهذا ما يخلق السياسيين كبلد أعتمد على المعرفة كمادة أساسية حاسمة طبعا لدينا أيضا الطموح لتطوير أنفسنا أكثر لذلك علينا مواصلة العمل بشكل مكثف ومع أن صدمت النتيجة السيئة لهذه الدراسة والتي صدمت ألمانيا قبل 15 عاما تم التغلب عليها إلا أن الفجوة الكبيرة مع دول الأسيوي الرائدة تتسعب استمرار هناك عمل كثير يجب القيام به في المدرس الألمانية